السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم احمد رقفة زهران. النهاردة ان شاء الله هاريكو ازاي ان يقدر نضيف باسورد كلمة سر او رقم سري لملف مجانا بدون استخدام اي برامج او اي موقع. عندي هنا ملف لو جيت فتحته. فتح معي عادي. اه طيب افرد ان الملف ده مهم عندي وعايز اعمله كلمة سر. علشان اعمل كلمة سر هاجي على تولز. وبعد كده هاجي على وهنزل تحت. هاجي على طيب هنا جنبها علامة النجمة دي يعني انت لازم تكون مشترك في الاكروبات برو. حتى هنا في حاجات مش جنبها علامة النجمة دي. وهنا مكتوب لي اكروبات برو. لو انا جيت ضغطت على هلاقيه حولني على موقع ادوبي اكروبات وجاب لي خطط الدفع هنا في السنوية وهنا في الشهرية وهنا ان انا اجربه لمدة سبع ايام بس مجانا وبعد سبعة ايام خلاص انت بقى ايه? هتبدأ تدفع فلوس. فانا ممكن اساغنى على الموضوع ده خالص. وهاجي افتح ملف البي دي اف ده هاضغط يمين. وبعد كده وبعد كده هاجي على شوز انازر اب. وهاجي بقى انزل تحت. واضغط على وهاجي انزل تحت لحد ما لاقي مايكروسوفت وورد. هفتحه ببرنامج الورد. وبعد كده اضغط اوكي. وبعدين هضغط اوكي. فتح معايا الملف هضغط على بعد كده اوكي. وبكده انا بقى كل اللي هعمله ان انا هضغط على وبعد كده وبعد كده اختار المكان اللي انا هحفظه فيه. ومسلا هسميه مسلا اه اي حاجة رقم واحد مسلا كده. وبعد كده هاجي اختار صيغة ان انا احفظه بالبي دي اف. وهاجي بقى هنا على اختارها وبعد كده اجي على اخر اختيار. وبعد كده هضغط اوكي. واحط الباسورد اللي انا عايزه. مسلا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. هو لازم يكون اقل حاجة ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وبعد كده هضغط على اوكي. وبعد كده هضغط على هو دلوقتي اه مفروض بيفتحه تلقائي فجايب لي ان انا احط الرقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. وهضغط اوكي. هلاقي فتح معي. طيب نقفل كده بقى خالص. عندي هنا الملف القديم. ده اللي انا كنت فتحه اللي مش عليه الباسورد. وده اللي انا عملت عليه الباسورد هفتحه. هيجيب لي ان انا ادخل الرقم واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. واضغط انتر. فتح معي زي ما انتم شايفين. اتمنى ان الفيديو يكون افاتكم. وما تنسوش تعملوا شيروا لايك للفيديو علشان الناس ثانية هتستفيد به. والشراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. موسيقى